السلام عليكم طلبتنا العزاء وحاضرتنا لهذا اليوم مقاومات النفقات العامة وحجمها للنفق العامة مجموعة من المبادئ والأسس والضوابط التي تحكم عملية الانفاق العام من قبل الحكومة ومن أبرز هذه المبادئ أو المقاومات تحقيق المنفع القصوى للمجتمع ونقصد بها أن الدولة أو الحكومة عند قيامها بعملية الانفاق لا بد أن يكون الهدف الأساسي لها هو تحقيق أقصى نفع إلى الأفراد أقصى نفع إلى المجتمع وليس هدفها تحقيق منفعة فئة معينة من أفراد المجتمع وإنما تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من المنفع إشباع أكبر قدر من احتياجات المجتمع لماذا؟ لأن أساس الدولة ومالية الدولة ومنفاق الدولة هو إشباع احتياجات المجتمع وتلبية حاجاته فإذن هدفها تحقيق أقصى منفعة إلى المجتمع هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تعظيم إنتاجية النفق العامة والاقتصاد الاقتصاد بالنفق عدم التبذير في عملية الانفاق عدم الإسراف تحديد النفقات بأقل قدر ممكن بأقل تكلفة والعمل على زيادة إنتاجية الوحدات الاقتصادية التي تقوم بالانفاق عليها وعدم الإسراف أو التبذير وترشيز الاستهلاك أو ترشيز الانفاق ذلك أن تبذير في النفق من قبل الوحدات الاقتصادية سيعطف الثقة في مالية الدولة وفي إدارتها للأموال وبالتالي يشجع المكلفين على التهرب الضريبي وذلك بسبب الإسراف والتبذير من قبل الدولة ولوجود وعلى هذا الأساس تم وضع مجموعة من الرقابات التي تهدف إلى الرقابة على عملية الانفاق من قبل الحكومة كما سنوضحها في الفقرة الثالثة التي هي تأميم تحقيق المنفع وسلامة التصرف بالنفق العام هنا يأتي دور الرقابات لكن قبل أن يأتي دور الرقابات لا بد من توضيح أن عملية الانفاق أو صلاحية التصرف بالنفق العام يهتم بعد مواقفة السلطة التشريعية بعد أخذ الإذن من قبل البرلمان بعملية الانفاق وتحصيل الإيرادات حيث أن الحكومة تقوم برفع الموازنة إلى السلطة التشريعية للبرلمان والبرلمان هو السلطة الأعلى التي تجيز عملية تحصيل الإيرادات وعملية الانفاق بعد أن أجازة البرلمان أو السلطة التشريعية للحكومة عملية الانفاق تقوم الحكومة بتحديد أبواب الانفاق للتوجه بعملية النفاق وهنا يأتي دور الرقابات ولدينا ثلاث أنواع من الرقابات أولا رقابة إدارية وهي رقابة سابقة على الانفاق حيث تقوم مزارة مالية من خلال موظفية العاملين في المؤسسات الأخرى بتدقيق الانفاق قبل أن يتم على الأوجوء الواجب لها الرقابة الثانية التي هي الرقابة المحاسبية المستقلة هنا هذه الرقابة إما رقابة سابقة أو رقابة لاحقة إما سابقة قبل عملية الانفاق وفي العراق لدينا رقابة محاسبية مستقلة التي هي ديوان الرقابة المالية فهنا الرقابة أما تكون سابقة قبل عملية الانفاق للتأكد من صحة الإجراءات ولتأكد من دقة توجيه النفق للواجب الانفاق عليه أو تكون لاحقة بعد أن يتم الانفاق وهنا التأكد من أن تمت عملية الانفاق بالشكل الصحيح فإما سابقة أو لاحقة وأيضا لدينا رقابة لاحقة التي هي الرقابة البلمانية من خلال البلمان السلطة التشريعية تقوم بسؤال وباستجواب وبتدقيق مع الوزراء والمسؤولين للتأكد من أن الانفاق تم بشكل صحيح فهي رقابة لاحقة بعد الانفاق هذا بالنسبة للمبادئ والضوابط التي تحكم النفق العامة نأتي إلى حدود النفقات العامة يتحدد حجم النفقات العامة بالدولة تبعا لقدرتها المالية على أساس مالية أو مقدرتي المالية أنا ستتحدد نفقاتي لكن الدولة ماليتها تختلف عن مالية الأفراد فالأفراد في ظل إيراداتهم في ظل إيراداتهم في ظل عجورهم في ظل رواتبهم تتحدد نفقاتهم الدولة قدرتها المالية أوسع فالدولة دائما قادرة على توليد الإيرادات التي ترغب في توفيرها لتغطية نفقاتها الدولة ما تحدد إيراداتها الأفراد في ظل إيراداتي أنا أنفق في ظل راتبي أنفق في ظل الأجور التي أحصل علىها شهريا يكون عملية أنفاقي الدولة لها قدر أكبر في توليد الإيراد الدولة ممكن تفرض ضرائب ممكن زيد الضرائب اللي موجودة ممكن ترفع سعر الضريبة ممكن تفرض ضرائب جديدة ممكن ترجع إلى الاقتراض ممكن ترجع إلى أصدر نقد إذن ماليتها أكبر قدرتها على توفير الأموال لتغطية نفقاتها أكبر الدولة تحدد حجم نفقاتها وعلى أساس النفقات أو أوجه الإنفاق تحدد إيراداته إيرادات الدولة من أين تأتي؟ تأتي بشكل أساسي إما ضرائب أو قروض عامة وهذا الضرائب أو الاقتراض العام يعتمد بشكل أساسي على الدخل القومي لأن الضرائب تنفرض على الدخل اللي يحصلون عليه الأفراد وهو جزء من الدخل القومي وأيضا الاقتراض يكون أساسا على الدخل كما سنوضحه لاحقا على أساس الدخل اللي أحصل عليه إذا كان حجم الدخل كبير فجزء منه ليستهلاك وجزء منه للإدخار هذه الأموال اللي تروح للإدخار ممكن تكون أموال معدة إلى الإقراض ممكن أنا أقرضها إلى الحكومة أو إلى الأفراد بهدف تحقيق عائد فهنا نميز ما بين المقدرة التكليفية أي قدرة الدخل على تحمل الضرائب وما بين المقدرة الإقراضية أي القدرة على توفير أموال معدة إلى الإقراض وحنوضحها كل نقطة بشكل تفصيلي المقدرة التكليفية عدنا نوعا مقدرة تكليفية قومية وجزئية القومية شنقصد بها؟ نقصد بها أنه مقدرة القدرة التكليفية على أساس الاقتصاد القومي على أساس الاقتصاد ككل على أساس هذه الوحدات الاقتصادية جد أقدر أفرض عليها ضرائب العائدات أو الإرادات المحتحققة من الوحدات الاقتصادية ككل ما هو العبء الضريبي؟ الأمثل اللي ممكن أفرضها على الدخل الخاضع للضريبة الحجم الأمثل للضرائب يعتمد أساسا على الدخل اللي تحصل عليه المؤسسات أو الوحدات الاقتصادي على مستوى الاقتصاد ككل من اسمه مقدرة تكليفية قومية أو على المستوى الكلية إذن أنا دعت شيء بشكل عام على أساس الاقتصاد ككل أما المقدرة التكليفية الجزئية فمن نقول جزئيا إذن هي على أفراد على أشخاص طبيعين أو على شركات فأما أحنا قلنا المقدرة التكليفية الكلية أو القومية تكون على مستوى الاقتصاد ككل أما المقدرة التكليفية الجزئية فتكون أما تفرض على أشخاص طبيعين أو على شركات وهذا يتم بشكل جزئي وليس على مستوى الاقتصاد ككل وهذا يعتمد أيضا على مقدرة الدخول اللي يحصلون عليها على تحمل الأعباء الضريبة وهذا بالتالي يعتمد على عاملين القدرة على تحمل الأعباء الضريبة يعتمد على طبيعة الدخل اللي يحصل عليه الأفراد أو شركات فإذا كان هذا الدخل ناجم عن شركة أو عن شخص يمتلك وسائل الانتاج يعني يمتلك شركة أو مصنع فإذا هذا الدخل يتميز باستقرار أكبر من الدخل اللي يحصل عليه الشخص العامل أو الموظف ليش؟ لأن يعتبرون أنه صاحب الشركة هو عنده قدرة أكبر على توليد الدخل بالتالي هو عنده قدرة أكبر على تحمل الأعباء الضريبة على عكس الشخص أو الشخص الطبيعي أو الشخص الموظف أو العامل اللي يكون دخله ليتميز بالاستقرار لأنه يكون أرضه إلى البطارة هذا العامل الأول عامل الثاني يعتمد على كيفية استخدام الدخل هل هذا الدخل يذهب إلى الإدخار يذهب إلى الاستهلاك مقدار مقدار أو حجم الدخل اللي يذهب إلى الاستهلاك أو الجزء اللي يذهب إلى الاندخار زين هاي الأموال جدت أقدر أفرض عليها ضرائب فإذن تعتمد على استخدام الدخل وأوجوه الأنفاق بقى عندنا المقدرة الأقراضية نقصد بالمقدرة الأقراضية مقدرة الدخل القومي على تلبية حاجات الإقراض أي الجزء من الدخل القومي الذي يكون مخصص إلى الإقراض جد جد من الدخل القومي أو من دخول اللي بالتالي حيحصل عليها الأفراد حجم الجزء المخصص إلى الإقراض وهذا يعتمد طبعا على عاملين حجم الدخل القومي إذا كان الدخل القومي قليل أو اقتصادي كينز هذا الاقتصادي جغال أشار إلى الميل الحدي إلى الاستهلاك إذا كانت الدول لديها أو مثل الدول النامية لديها ميل حدي للاستهلاك عالي أي رغبة بالاستهلاك عالية فهنا الجزء المخصص إلى الإدخار بالتالي الأقراض سيكون قليل إذا كانت الدخول منخفضة فهنا الميل الحدي للاستهلاك عالي ليش الميل الحدي للاستهلاك يكون عالي يعني جزء الأعظم مو جزء العظم إذا أنا جوري أو رواتبي منخفضة فأني هذا الراتب من أستلم كلها هروح للسوق أشتري بي احتياجاتي وممكن ميلب بكل احتياجاتي ونقصد هنا الاحتياجات الضرورية والأساسية فهنا فهنا إذا الأجر اللي أحصل عليها ما يكفي أو يغطي احتياجاتي الأساسية هنا أنا حتدخر حيكون عندي جزء مدخر طبعا لا لأن الأجر اللي أحصل عليه ما يكفي احتياجاتي الأساسية اللي هي المأكل والمشرب والملبس ممكن ما يكفي ها ليش ما يكفي لأن أنا الدخل اللي أحصل علي منخفض فبالتالي أنا هذا الأجر سأذهب مباشرة للسوق أشتري باحتياجاتي فما حيكون عندي ميل عالي للإدخار وإنما الميل للاستهلاك أعلى فلما يكون الميل الحدي للاستهلاك عالي هنا الأموال المتدخرة والأموال المعدلة للإقراض شو تكون قليلة أو ضعيفة وغير مرتفعة ثانيا توزيع الجزء المدخر بين الأقراض العام والأقراض الخاص أنا إذا عندي أموال مدخرة هل أقراض ها إلى الدولة أو القطع الخاص أفضل أو أستثمرها طبعا استثماري يعتمد على الفرص الربحية هل توجد فرص استثمارية جيدة تتحقق من غلالها أرباح عالية إذا أقو هاي الفرص الاستثمارية طبعا أنا هنا أتوجه إلى الاستثمار وما أتوجه إلى أقراض أموالي أما إذا كانت الفرص الربحية أو الاستثمارية ضعيفة فهنا أنا أفضل أقراض أموالي ومقابل هذا الأقراض أحصل على الفائدة أموالي 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 إلى مجموعة من الأسباب سواء أسباب حقيقية أو أسباب ظهرية محاضرتنا اليوم سنأخذ الأسباب الحقيقية للنفقات العامة ما هي هذه الأسباب؟ أولاً أسباب اقتصادية أدت هذه الأسباب الاقتصادية أدت إلى زيادة النفقات العامة من ضمنها زيادة الدخل القومي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية التوسع في المشروعات العامة ثلاثة معالجة تقلبات الاقتصادية هذه الأسباب الاقتصادية ثلاثتها أدت إلى زيادة النفقات العامة لما نزيد سنوضح كل نقطة بهم لما نزيد الدخل القومي سيأدي إلى زيادة دخول الأفراد سيأدي إلى زيادة أنفاقهم زيادة الدخل الخاضع للضريبة بس بالمقابل إحنا كأفراد من يزيد الدخل وزيد الجزء المخصص للضرائب بالمقابل أنا من أدفع نسبة من الدخل للضرائب أتوقع بالمقابل الدولة حتقدم لي خدمات أفضل من الخدمات اللي موجودة من أدفع ضريبة أكثر أتوقع الخدمات اللي أحصل عليها أفضل فهذا يأجي إلى زيادة نفقات الدولة النقطة الثانية التوسع في المشروعات العامة لما الدولة تحولت من دولة حارسة إلى دولة متدخلة ودولة منتجة ودولة إلها دور بالنشاط الأقتصادي هذا كله أتجى بالمحصلة أتجى إلى زيادة نفقات الدولة الدولة أصبحت إلها مشاريع أصبحت إلها لديها موظفين عاملين لديها مؤسسات لديها دواء بالتالي حجم مشاريع الدولة زاد بالتالي أنفاقها زاد فهذا السبب الثاني السبب الثالث معالجة تقلبات الاقتصادية الدولة تدخل بما أن الدولة أصبحت دولة متدخلة ومنتجة فهنا الدولة تدخل في معالجة التقلبات الاقتصادية في حالة مثلا على سبيل المثال حصول كساد أو انكماش اقتصادي هنا الدولة ستدخل كساد يعني ماكو طلب يعني البضاء متكدسة بالأسواق عرض موجود من قبل المنتجين وأصحاب المشاريع أكو سلع موجودة لكن الطلب منخفض على هذه السلع ماكو طلب الدولة هنا تدخل من خلال سياستها المالية وأريد أوضح لكم سياست الدولة المالية هي أنفاق وضرائب فهنا الدولة من تدخل من أكو ركود اقتصادي من أكو كساد من أكو بضاء مدى ما حد يشتريها من أكو عزوف من قبل الطلب من قبل الأفراد على هذه السلع الدولة هناك تدخل تدخل بتخفيض الظرائب على مود الدخل المتاح للأفراد يزيد إضافة إلى زيادة الأنفاق زيادة الرواتب زيادة الأجور هناك الطلب حيتحفز من قبل الأفراد ليش لأن دخولهم صار بها زيادة فهنا الطلب حيواك بالعرض اللي موجود بالسوق فهنا حنتخلص من الكساد وحيصير طلب على السلع هناك من خلال تدخل الدولة بسياسة المالية ومن خلال زيادة النفقات فهنانا عالجة المشاكل الاقتصادية من خلال زيادة الأنفاق هذه الأسباب الاقتصادية ثانياً الأسباب الاجتماعية زيادة الوعي بالنسبة للمجتمع الهجرة من الريف إلى المدينة توفر الخدمات التعليم الصحة التعليم المجاني هذا كله أدى إلى زيادة النفقات من قبل الدولة زيادة الوعي من قبل الأفراد أن الدولة لابد أن توفر خدمات أفضل تعليم أفضل خدمات صحية أفضل مدارس مباني مؤسسات مرافق عامة هذا أدى بشكل عام إلى زيادة في نفقات الدولة ثالثاً الأسباب السياسية ومن أبرزها انتشار المبادئ والنظوم الديمقراطية وثانياً التوسع في التمثيل الدبلوماسي انتشار المبادئ والنظوم الديمقراطية نحن نلاحظ أوقات الانتخابات كل مرشح أو كل حزب لديه برنامج انتخابي سواء بتحزين التعليم الخدمات الصحية الرواتب هذا كل مرشح سيكون عنده برنامج انتخابي عنده فوز هذا المرشح بالانتخابات سيكون ملزم بتطبيق البرنامج الانتخابي وبتوفير كافة فقرات برنامج الانتخابي من تحسين صحة من تحسين خدمات التعليم الصحة الاجور التعمين الصحي كافة هذه الخدمات أو كافة هذه الفقرات اللي يضمنها برنامج الانتخابي في حال فوز سيكون ملزم بتطبيق أو تنفيذ هذه الفقرات هذا يدي إلى زيادة الانفاق إضافة إلى زيادة التمثيل الدبلوماسي من هيئات وممثليات وإضافة إلى سفارات وقنصليات موظفين ملحقيات هذا كل يدى إلى زيادة في النفقات العامة الأسباب الإدارية اللي هي ضمنيا وضحناها قبل قليل لما الدولة تحولت من دولة حارسة إلى دولة متدخلة بالنشاط الاقتصادي بالمحصلة هذا كل أدى إلى زيادة حجم النفقات لأن الدولة أصبحت إلها مشاريع وحدات اقتصادية مشاريع استثمارية أصبحت لديها موظفين عاملين معدات مكائن سيارات هذا كل أدى إلى زيادة النفقات العامة بالنسبة للدولة أسباب المالية اللي هي سهولة الاقتراض سابقا في ظل مفهوم تقليدي لمالية الدولة ما كان مسموح لها الاقتراض وضحت لكم بمحاضرات سابقة أن الدولة كانت دولة حارسة مهامها أمن ودفاع وبعض المرافق العامة أفضل الموازنة التي تتميز بصغر حجم النفقات والإرادات الدولة مصدر إراداتها الوحي الضرائب ما لها أي دور بالنشاط الاقتصادي ما عدها أي أهداف اقتصادية أو اجتماعية تعدها دولة محايدة فما كان مسموح وفق المفهوم التقليدي للدولة بالإصدار النقد الجديد تصدر نقود جديد ولا كان مسموح إلها تقترض لأن يعتبرون الاقتراض هو مع خصص القطاع الخاص اللي هو يقوم بالنشاط الاقتصادي الدولة ليش تقترض الدولة ما عدها مشاريع ما عدها نفقات ما عدها أهداف اقتصادي واجتماعي فما إلها أحقية بعملية الاقتراض لأن هي شحة نافس القطاع الخاص والقطاع الخاص هو اللي يقوم بالمشاريع هو اللي يحلب احتياجات المجتمع فهنا الدولة ممكن أنه الزاحمة فكان ما مسموح أو غير محبب إلى الدولة أنه تقترض أو الحكومة أنه تقترض الأموال بالعصر الحديث اللي اتسم أنه دور أكبر للدولة ودولة أصبحت منتجة ودولة متدخلة بالنشاط الاقتصادي بالتالي الدولة أصبح إلها دور بارز ومهم ولديها دور الفاعل بالنشاط الاقتصادي بالتالي الدولة أصبحت وفق المفهوم الحديث ممكن تجأ إلى الإصدار النقدي الجديد ممكن تقترض لتلبية احتياجاتها الدولة أو الحكومة لديها السلطة في الحصول على القروض إما اقتراض بشكل اختياري أو ممكن في حال وجدت هناك عزوك من قبل المقرضين على أقراض هذه الأموال ممكن تجأ إلى قروض إجبارية وهذا إن شاء الله محاضرات لاحقة سنوضح ماذا نقصد بالقروضة الاختيارية والإجبارية هذا سبب آخر السبب الأخير والسادس هو الأسباب العسكرية أو الحربية بالوقت الحاضر دائما هناك هوس من قبل مختلف الجول إلى التسلح والحصول على الأسلحة الحديثة بالتالي هذا سبب يعدي إلى زيادة النفقات ناهيك عن أيام أو أوقات الحروب فالدولة تسعى للتسلح وتمويل نفقاتها الحربية والعسكرية وما يزيد من سوء الأمور وما يؤدي إلى زيادة النفقات بشكل أكبر هو أعمار ما دمرته الحروب وهذا يتطلب زيادة كبيرة في نافقات الدولة لتسديد أعباء الحروب إضافة إلى تعويض المتضررين أعمار المدن التي تعرضت إلى الدمار فهذا سبب آخر ورئيسي إلى زيادة النفقات العامة وهذه الأسباب الحقيقية محاضرتنا القادمة إن شاء الله سنتناول الأسباب الظاهرية للنفقات العامة أتمنى تكون المحاضرة واضحة ومفهومة بالنسبة لكم شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر